السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الفيديو سنصمم أول واجهة سنبدأ ببرنامج يمكن من إنشاء نافذة الكلاس اللي حنستعملها هناك كلاس هامة جدا اللي هي الجيفرايم وموجودة في هذا الباكيج javax.swing إذن قمت بإمبورت لهذا الباكيج javax.swing.نجمة عشان أستدعي كل الكلاس الموجودة في هذا الباكيج أنشأت كلاس جي واي وهنا في المين سأقوم بإنشاء أبجكت للكلاس جي فرايم إذن جي فرايم ماي أو فرايم 1 مثلا يساوي نيو جي فرايم في الكلاس جي فرايم هناك العديد من الكونستركترس من بينهم كونستركتر مايخ ولا شيء بين قوسين ثم إذن عندي هذي هي تمثلها هذا الأبجكت حيمثل النافذة اللي حنشؤها يجب أن أحدد size لهذه النافذة إذن سأقول أن فرايم 1 dot dot set size set size بين قوسين سأضع الطول والعرض لهذه النافذة مثلا خمسمية للعرض ومائتين للطول وحدة القيس هنا ستكون البيكسل ليس بالسنتيمتر أو بالمليمتر لكن وحدة القيس ستكون البيكسل هنا هنا العرض سيكون خمسمية بيكسل والطول مائتين بيكسل ثم بإمكاني أن أحدد title لهذه النافذة سأكتب frame1 dot set title وبين قوسين أحدد title لهذه النافذة إذن سيكون my first window ثم يجب أن أجعل النافذة visible لذلك سأستدعي del set visible بين قوسين سأضع true لو ما أضع هذه الانستركشن لن تظهر لي النافذة سيقع أنشاء النافذة لكن لن تظهر لي المستخدد لذلك يجب أن أستدعي هذه الانستركشن set visible بين قوسين true ونفذ هذا البرنامج أتحصل على أول نافذة عنوانها my first window إذن الطول 200 العرض 500 بإمكاني أن أنشأ نافذة ثانية إذن لو أرد أن أنشأ نافذة ثانية سأكتب g frame frame2 يساوي new g frame هذه المرة سأستعمل constructor آخر حيأخذ بين قوسين title لهذه النافذة my second window إذن نفس الشيء بإمكاني أن أحدد size لهذه النافذة set size إذن هنا سأضع 300 300 ثم إذا لا أحتاج لتحديد title حددت في الـ constructor هذا هو title النافذة ثم سأكتب frame2 dot set visible بين قوسين true سأنفذ البرنامج في البداية دون وضع الانستركشن visible ما الذي سيحصل؟ إذن عندي النافذة الأولى my first window لكن تلاحظون أن frame2 لم تظهر لماذا؟ لأني لم أقل أن هذه النافذة ستصير visible إذن أغير البرنامج أكتب frame2 dot set visible بين قوسين true وهذه المرة سيكون بإمكاني أن أشاهد النافذة إذن هذه my second window my second window طول العرض 300 300 title هذه هي first window وهذه second window إذن كان هذا مثال بسيط لإنشاء النافذة بإمكانكم أن تبحثوا على الـ methods هناك العديد من الـ methods الأخرى اللي بإمكانكم تستعملوها لتغيير اللون لتغيير الشكل النافذة إلى غير ذلك سأقترح عليكم كتابة كود ثاني للوصول إلى نفس النتيجة لأنه كثير من المبرمجين يكتبون الكود بطريقة أخرى بإمكاننا مثلاً أن نقول أن ال-gy هذا هو frame إذن extents ل-g-frame ثم حاسوي constructor إذن public-gy سأحذف هذا الكود سترون أني بإمكاني أن أصلي إلى نفس النتيجة لكن بطريقة أخرى هنا سأستدعي السوبر this.setSize بين قوسين سأضع 300 ثم this.setVisible true true بين قوسين لأنشأ نافذة بإمكاني فقط أن أكتب new-gy بين قوسين title اللي هو first window مثلاً بإمكاني أن أنشأ نافذة ثانية new-gy بين قوسين second window إذن هذا الكود يمكنني من تفادي التكرار الفرق بين المثال السابق وهذا المثال هناك تفادي للتكرار أنشأ المنفذة البرنامج سأتحصل على first window second window بإمكاني أن نغير أكثر الكود وحدد حسوي constructor ثاني يحدد size بين قوسين لأن هنا gy بين قوسين حدد title ثم int العرض وint with a tool إذن هنا سأضع length length عفوا والتول أو العرض ثم عندما أنشأ النوافذ سأضع هنا مثلاً 500 100 100 ونفذ البرنامج أتحصل على second window مع حجمها الجديد والfirst window حجمها دائماً 300 300 إذن تلاحظونك كتبت برامج مختلفة لإنشاء نوافذ بإمكانكم تستعملوا هذه الطريقة لأنها وعيد ستمكن من تفادي التكرار كبيرة يجب التفادي